بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل ونهاردة هنتكلم على زي ما تعلمنا لو أنا عندي جار هنا واشتغلنا في وطلعنا الحديد بنتخيل إن تحت كل عمود من هنا في حاجة اسمها hidden beam بالشكل دي الهيدن beam دي لو أنت خدتها ولفتها كده أدي حمل العمودة هوت وأدي العرض بتاع العمود كويس وده السمك بتاع القعدة فلما يجيلي الحمل بتاع العمود هنا وفيه stresses تحت هنا يجيلي moment بالشكل ده في الاتجاه القصير في الاتجاه القصير طيب هنشوف الكلام دوت إزاي أولا البي بتاعت الإكسرنر عبارة عن D زائد LX هنا البي بتاعت الإنترنر 2D زائد من L إنترنر F U ن أبارة عن البي على البي أكسرنر على وأجيب نفس الكلام البي هناك بتساوي P إنترنر على البي أر سي وبعدك أجيب كاني بصمم قعدة covariates خالص. بي ارسي ناقص بي ان على اثنين. هنا بي ارسي ناقص بي ان على اثنين. اجيب المومنت بتاعي فيه ان اكس فيه سي اكس سكوير على اثنين. هنا الامة ان تقولون فيه ان في مين. عادي جدا جدا زي ما تعلمنا لما يبقى فيه عندي كده. بجيب المومنت بالشكل دوت. عند وش الايه العمود. بعد كده هجيب الدي اتطمن عليها ان هي مالها. الدي ديت مالها اقل من مين? من الدي اللي احنا ايه? كنا جايبينها قبل كده. نفس الكلام الدي انترنال. لازم تكون الاتنين اقل من الدي اللي انت جايبها قبل كده. طالما اجيبت الدي, خلاص اطلع الفحديد. العديد بتاعي ارس اكسينول اما اكسان. العل Specialist J في ايه في التي في الاخ في الف يلد. وهنا الارس عبارة عن الام انترنال على الانترنال في الدي في الasa 제일 بالي انえ لازم اقارنه بالارس. الحديد ده يتحط فين? الحديد ده. هيجي يتحط هنا. سوف ليه عشان يقاوم هذا العزم يبقى انا كده جبت الحديد بتاعي اللي في الاتجاه القصير والحديد اللي في الاتجاه الطويل ويتبقى لايه ان انا اشوف هرسم ازاي تفاصيل التسليح شكرا